أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لطرح البضائع التي يتم ضبطها في مخالفات تموينية للبيع للجمهور داخل منافذ أمان التابع لوزارة الداخلية وأوضح المركز الإعلامي أنه جراء التواصل مع وزارة الداخلية التي أكدت أن منافذ أمان التابع للوزارة تحصل على السلع الغذائية من شركات الجملة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وشركات الزيوت دون طرح أي سلع من المبطات التموينية للبيع حيث يتم التحفظ على كافة مبطات المخالفات التموينية لحين صدور القرار بشأنها من قبل النيابة العامة